موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة حيث نطالع فيها أهم تقوله المواقع الإخبارية والصحف العربية الصادرة اليوم من موقع الموقع بوست نبدأ حيث عنوان الموقع الاتهامات بالإرهاب ينتظر معرق لمشاورات الكويت وقائمة جديدة تشمل 23 من قيادات الحوثي والمخلوع مصادر مطالعة قالت إن الدول الكبرى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أعدت قائمة عقوبات صاربة لفرضها على الأطراف اليمنية التي تعرقل أو تماطل في تنفيذ اتفاقات السلام وتطبيق القرار الأممي 2216 على أرض الواقع ووفقا لنفس المصادر فإن الضمانات التي أقرها سفراء الدول الثمانية عشر الرعية للتسوية السياسية في اليمن تتضمن تصنيف الأطراف المعرقلة للعملية السياسية السلمية في اليمن إرهابية لا يقل خطرها عن خطر تنظيم القاعدة الإرهابي كما تتضمن إضافة قائمة جديدة تشمل 23 من قيادات وجماعة الحوثي وأتباع المخلوع الصالح إلى قوائم العناصر الإرهابية الملاحقة دوليا وإلى موقع دانتايم والذي تابع أحد الموضوعات وعلق بدء ثاني عمليات إعادة تأهيل وترميم 688 منزلا في ثلاث محافظات وقالت التفاصيل بدأت جمعية التكافل الإنساني بتنفيذ ثاني مشروع من مشاريع إعادة وتأهيل وترميم 600 منزل متضرر من الحرب في محافظات الضالع وأبيان وحضر موت بتكلفة 220 مليون ريال وبتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأوضح رئيس الجمعية ناصر سالم بأن هذه الأعمال تتمثل في ترميم 250 منزلا في محافظة الضالع و250 منزلا بمحافظة أبيان و188 منزلا بمحافظة حضر موت ونوه سالم بأن تنفيذ هذه الأعمال الإنسانية يأتي في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار البالغة للحرب في هذه المحافظات التي تضررت كثيرا فيها المصالح العامة والخاصة إنقلاب داخل الإنقلاب تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال العديني معلقا على تأصيل إنقلاب الميليشيا في نهار قائض ضاقت شي جيفارا من رفاهية الجلوس في مكتب مكيف بوزارة الصناعة وغادر هافانا بعد أن ترك رسالة عاتبة لفيدي الكاسترو وذهب إلى الكونغو في إفريقيا ثم رجع إلى بوليفيا في أمريكا الجنوبية شي المهجوس بتحرير الإنسان من الاستبداد والاستلاب اعتقد أن مجموعة ثورية صغيرة تبدأ الكفاح المسلح لا بد أن تنتشر كنقطة الزيت وتتحول إلى حركة جبارة هذه النظرية التي أطلق عليها البؤرة الثورية تبناها وأفاض في شرحها الصحفي الفرنسي ريجيس دوبري الذي خاض مغامرة شاقة أوصلته إلى جيفارا في أدغال بوليفيا واجرى معه حديثا مطولا نشره في صحيفة باريسية يعد حدثا عالميا صاعقا في وقت كانت المخابرات الأمريكية والسلطات البوليفية تجهلان مكان الثوري الحالم إن كل ثورة حقيقية لا بد أن تقود إلى ثورة تتصل بها على طريق التفتح الإنساني الانقلاب كذلك قد يمثل عودة متواصلة إلى الخلف وإلى التخلف خصوصا عندما يختار طريق الدم والدمار مثل هذا حدث في صنعاء الخميس الماضي في خطوة تفسيرها الوحيد رفض التسوية والإسرار على الحرب الانقلاب الأول بدأ في لحظة التوقيع على المبادرة الخليجية إذ شق الحوثيون طريقهم إلى دماج وعمران وصنعاء ثم مضوا كالجائحة المرعبة لسوف يعرف في التاريخ أنه الانقلاب الأطول والأغرب والأكبر تكلفة باستثناء ضحايا مع بعض الانقلاب على الرئيس تشيلي سلفادور الليندي وفي تصور أصحابه أنهم مارسوا ذكاء بهذه الممارسة الطويلة والغريبة إن بإغفاء العلاقة بين الطرفي أو بمحاولة الاستلاء على مؤسسات الحكم تحت شرعية الرئيس هادي قبل أن يضطروا إلى احتجازه ثم ملاحقته ومع تساسل الحوادث منذ دخولهم صنعاء حتى الثامن والعشرين يوليو تموز تأكد أن الانقلاب أقل ذكاء مما اعتقد صناعه لأن الأمور لن تبلغ خواتيمها بمجرد تشكيل مجلس سياسي وإنما هي تتعقد بأكثر مما كان إلى موقع يمن منتر حيث عنوان في صفحته الرئيسية الإمارات توافق على علاج مائتين من جرحى تعز في الخارج وفي التفاصيل وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على علاج مائتين من جرحى محافظة تعز اليمنية على نفقتها في الخارج وأكد عضو لجنة المتابعة والتنسيق للجرحى محمد المقرمي إن الموافقة جاءت بعد متابعات من رئيس الحكومة أحمد عبيد بن ضغر ومحافظي تعز ووزارة الصحة على أن ترسل اللجنة الطبية العليا في تعز تقارير الجرحى لاستكمال إجراءات السفر والعلاج كما أكد عضو لجنة المتابعة والتنسيق للجرحى أن 48 من جرحى تعز سيسافرون خلال الأسبوع الجاري لتلقي العلاج في دولة السودان بعد استخراج جوازات السفر فيما تبقى استخراج جوازات السفر لمرافقهم فقط في الجانب الأمني عنون موقع صهاريج نيوز في صفحته الرئيسية ضبط شخصين حاول ركن دراجة مفخخة بالقرب من نقطة أمنية وقال مصدر الأمني في قيادة الحزام الأمني بعدا أن قوات الأمن ضبطت شخصين كانا يحاولان ركن دراجة نارية مفخخة بالقرب من نقطة أمنية بالمنصورة ووضح المصدر الشخصين الذين تم ضبطهما اقتربا بدراجة نارية وركناها بالقرب من النقطة الأمنية الواقعة على مدخل خط التسعين جوار محطة الكهرباء وبحسب المصدر فقد رصد الجنود تحركات الشخصين حيث تم على الفور إيقافهما بعد دقائق من ابتعادهما من الدراجة حيث عثر بحوزتهما على ريموت تفجير وهواتف نقالة وتولى خبراء متفجرات تفكيك العبوات التي فخخت بها الدراجة اليمن ودور دول العالم المفقود تحت هذا العنوان كتب محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد وقال كاتب لقد حصل المتمردون من الحوثيين والمخلوع على كل الفرص الممكنة كي يثبتوا أنهم جدون في إنهاء الحرب وفي العودة إلى الشرعية في اليمن إلا أنهم حتى هذه الساعة يتعاملون ويتصرفون في جميع الاجتماعات كمتمردين وليس كجزء من النسيج اليمني تهمه مصلحة اليمن وخيره واستقراره ومستقبل أبنائه من الواضح أن الحوثي ومن معه يرفضون الحل السياسي فبعد أن عاش أجواء السلطة والقوة لا يريد أن يتراجع أو يتنازل عن ما اكتسبه بالباطل ولكن يجب أن يتذكر الحوثي دائما أن لكل شيء نهاية وبعض الأحيان يكون الطرف المتمرد محظوظا لأن له فرصة في أن يحدد شكل النهاية بحيث يكون مستفيدا أيضا لكن هذه الفرصة لن تكون إلى ما لا نهاية أو أبدية بل لها حدود كذلك مشاورات أو مفاوضات أو اجتماعات في الكويت التي استمرت 75 يوما كانت كافية للوصول إلى اتفاق نهائي لو كانت لدى الطرف الحوثي ومن معه النية الحقيقية للوصول إلى نهاية سريعة وعادلة بهذا الوضع المأساوي فما قدمته الحكومة من تنازلات تلو التنازلات وما قامت به من محاولات بحضور المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ يجعل قرار فريق الوفد الحكومي بعدم العودة لطاورة المشاورات بعد توقيعه الاتفاق الأممي يوم الاثنين الماضي قرارا منطقيا في ظل استمرار رفض الحوثي التوقيع لا أحد ينكر حرص الشرعية اليمنية على إحلال السلام والعالم يشهد أنها قدمت كافة التنازلات الممكنة بخلاف الانقلابيين الذين لا يريدون لليمن إلا الدمر والخراب إلى المصدر والذي أورد في صفحته العديد من العنوين المهمة البنك الدولي غيرنا سياستنا في اليمن ونعد لما بعد الصرع وعنوان الموقع أيضا الحوثيون يفجرون منزلين مواطنين في قرية الدهمية بحزم العدين غرب محافظة إب ومن العنوين الحوثيون يفجرون منزلا في البيضاء ويقتلون امرأة بقصف على محافظة إب ومن محافظة عمران تهدم خمسة منازل في محافظة عمران جراء الأمطار الغزيرة ولا ضحايا ومن العنوين في الموقع وفات شاب في محافظة إب بسبب التعذيب في سجون الحوثيين وصالح موقع الوحدة وينت عنوان في صفحته الرئيسة هادي يلتقي وفد الحكومة في مشاورات السلام ويستعرض جهود الحكومة لحقن دماء اليمنيين وفي التفاصيل قال الموقع عقد الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا مشتركا بمستشاريه ورئيس وأعضاء فريق الوفد الحكومي في مشاورات الكويت وفي الاجتماع ثمن الرئيس هادي الجهود المخلصة والوطنية التي بذلها الفريق الحكومي في مشاورات الكويت على مدار أكثر من سبعة أو خمسة وسبعين يوما وسعيه للسلام رغبة وخيارا ومصيرا للشعب اليمني وتلبية لدعوات الأشقاء والأصدقاء وتنفيذا وترجم لقرارات الشرعية الدولية ومنها القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتابع الموقع تطرق الرئيس هادي إلى إرهاصات السلام ومفاوضاته الشاقة بدءا من جينيف وبييل وصولا إلى الكويت وجملة التنازلات التي قدمت من قبل الحكومة الشرعية في سبيل حقن الدماء اليمنيا ووقف الحرب وفك الحصار على المدن وإصال المساعدات الإنسانية والإغاثة لمستحقها من الأطفال والنساء وإطلاق صراح الأسرة قبل مطالعة أهم مقالة الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعاود الترحيب بكم مشاهدين وأصحابكم في جولة لاستعراض أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من الصحف الكويتية وتحديدا من صحيفة الراي والتي قالت في عنوان بارز لها تحرير صنعاء أقرب من أي وقت مضى وقالت الصحيفة إن الجيش يتقدم لحوى العاصمة والتحالف يدك مواقع الخوثيين فيها وتضيف الصحيفة الكويتية واصل الجيش اليمني تقدمه ناحية العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرة المتمردين الخوثيين حيث قصف معسكر اللواء ثلاثة وستين حرس جمهوري كما شنت طائرات التحالف غارات على مواقع للميليشيا لميليشيا الخوثي والرئيس المخلوع الصالح في معسكر الجميمة في ضاحية بني حشيش وفي بيت دهراء التابعة لمديرية بني الحارث في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة معسكر اللواء ثلاثة وستين حرس جمهوري وأكدت مصادر أن نحو عشرين موقعاً عسكرياً تابعاً للميليشيا في مناطق أرحب وبني حشيش وبني الحارث أصبحت هي الأخرى في مرمى صواريخ ومدفعية الجيش الوطني ما زلنا في الصحافة الكويتية حيث عنوانت صحيفة السياسة الكويتية خلاف جديد بين صالح والحوثيين وفي التفاصيل قالت الصحيفة أن الجماعة الحوثي أعلنت ضمنياً طي صفحة ما تسمى اللجنة الثورية العليا التي شكلتها كسلطة انقلابية عقب إصدارها ما يسمى الإعلان الدستوري في السادس من فبراير العام 2015 واعتبر مراقبون أن المتمردين أصدروا بيان نعي لتلك اللجنة حيث أشاد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين بالدور الذي قام به رئيس أعضاء اللجنة والشجاعة التي تحلوا بها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومعالجة الاختلالات خلال الفترة الماضية من جهتها قالت مصادر مطلعة إن تصريحات المتحدث جاءت بعد ساعات من إصدار خزب المؤتمر الشعبي تعميماً لمنتسبه في صنعاء بعدم الخروج في مسيرة دعت إليها اللجنة وشارت إلى أن التعميم جاء على خلفية خلاف جديد بين المؤتمر والحوثيين بشأن عدم امتثال الحوثيين لمقرارات اتفاقهم مع حزب المخلوع الصالح المتضمن تشكيل المجلس الرئاسي وإلغاء اللجنة الثورية التي ما زالت تمارس عملها حتى اليوم في سياق متصل قال مراقبون إن الحوثيين ورقة بيد صالح الذي استفاد منهم في تصفية حساباته مع خصومه من قوى الشرعية صحيفة الشرق الأوسط عنونت في إحدى صفحاتها الرئيسية البنك الدولي غيرنا سياستنا في اليمن ونعد لما بعد الصراع وفي التفاصيل قال البنك الدولي للشرق الأوسط إنه لن ينتظر توقف القتال قبل التحرك نحو المشاركة والاستمرار رغم وجود صراعات وذلك في معرض رده حول تساؤلات اقتصادية حول مستقبل اليمن وأكد متحدث باسم البنك إن استراتيجية البنك الجديدة ركزت على دعم قدرة البلاد على الصمود من خلال الحفاظ على قدرة مؤسسات الخدمة المدنية على توفير خدماتها مع الاستعداد في الوقت ذاته لفترة التعافي بعد انتهاء الصراع وأضاف المتحدث فيما مضى تمثل رد فعل ناحية للصراعات والمواقف الهشة في محاولة العمل على تسويتها أما استراتيجيتنا الإقليمية الجديدة التي أطلقت نهاية العام الماضي فترمي نحو التناول المباشر لأسباب الصراعات ودعم الدول في جهودها لتعزيز صلابتها ويضيف المتحدث يتمثل مجمل هدفنا في تعزيز السلام والاستقرار الذين يشكلان بدوريهما شرطاً أساسياً للتنمية عن استجال السياسي والتنابذ القيمي تحت هذا العنوان كتب عزمي بشارة مقاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب أثارت مقولة للكاتب قبل أيام بعض النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي ومثادها أنه إذا نجم تأييد الظلم عن عطب أخلاقي وليس عن جهل أو سوء فهم فعندها لا تفيد في مناقشته الحجج العقلية والأدلة الحسية إذ يصبح النقاش السياسي نفسه مضيعة للوقت وقد رد صديق بالقول إن غالبية الصراعات ناجمة عن اختلاف على تعريف الظلم وإن هذه مسألة معرفية وليست أخلاقية والحقيقة أن المقولة حصرت نفسها ولم تتطرق لهذه الحالات بعض الخلافات حول الظلم معرفية ولكن لكي يكون بالإمكان التوصل إلى أي نتيجة من مناقشتها لا بد من أساس قيمي مشترك فنحن إذا اختلفنا مثلا على مسألة العدالة بين النظامين الدكتاتوري والديمقراطي تنجم فائدة من مناقشة هذا الاختلاف إذا اتفقنا على أمرين قيمة العدالة وتعريف العدل فهل يقتصر العدل على الحكم بين الناس بالقسط أم هو المساواة أمام القانون وحماية الأخير من نزوات الحاكم أم هو الإنصاف في توزيع الثروة مثلا وهل يشمل قيمة الحرية وربما تتكون العدالة من العناصر هذه جميعها بنسب مختلفة تاريخيا وبعدها يصح أن نختلف حول ما إذا كان نظام ما عادلا أم ظالما وأن نحاجج ونسوق الأدلة ونختلف حتى على دقة هذه الأدلة ومن الطبيعي أن يسلم الناس ببعض القيم من دون تكبد عناء مناقشتها فمن دون هذا التسليم الضمني لا تقوم لمجتمع قائمة ومنها الصدق والوفاء والأمانة ونبض النصب والاحتيال والسرقة وهي أمور غالبا ما يأمر بها أو ينهى عنها العرف والدين والأخلاق قبل القانون وكل نهضة تاريخية كبرى تحمل معها قيما جديدة يعتبر إسهامها في تشكيل شخصية المجتمع الحضارية مهمتها الكبرى إلى صحيفة الحياء اللندنية والتي تابعت الوضع السياسي أيضا وعنونت الحوثيون وصالح يرفضون مساعي الحل وقالت التفاصيل رفض وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح الضغوط الدولية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وأبلغ أعضاء الوفد سفراء الدول الثماني عشر الراغية للسلام في اليمن تمسكهم بموقفهم القاضي بربط تسوية مسألة الرئاسة والحكومة مع الحل الأمني وكان السفراء ضغطوا خلال لقائهم مع وفد الحوثيين وحزب صالح الذي يشارك في مفاوضات الكويت على الإنقلابيين للموافقة على الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ويلد الشيخ والذي سبق أن وافق عليه الوفد الحكومي وقالت مصادر في الكويت أن السفراء أبلغوا أعضاء وفد الحوثيين وصالح انزعاج المجتمع الدولي من عدم التزامهم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 وأحذرهم من مغبة اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن وإلى صحيفة العربي الجديد والتي عنونت في أحدى موضوعاتها الحرب تحد أسفار اليمنيين وقال الموقع يعود تراجع عدد المسافرين اليمنيين إلى خارج اليمن بطريقة حادة بالمقارنة مع السابق إلى أسباب عديدة من أبرزها أو أبرزها إغلاق كل السفارات والقنصليات الأجنبية في اليمن بسبب الأزمة الأمنية والحرب القائمة منذ نحو عام ونصف ويتابع الموقع يذكر أن دولتي السودان وماليزيا قدرتا ظروف الحرب وسمحتا للمواطنين اليمنيين بالدخول إليها بتأشيرة يحصلون عليها عند الوصول إلى مطرهما إلى ذلك طلبت دول أخرى من اليمنيين التوجه إلى دولة ثالثة للحصول على تأشيرة أما الهند والصين فقد خولتا سفارتيهما في الأردن والجيبوتي منح المواطنين اليمنيين تأشيرات دخول إليهما وذلك وفقا لاشتراطات معينة كحسابات مصرفية وضمانات مالية يذكر أن اليمنيين يقصدون الهند عادة بغرض تلقي العلاج الطبي والصين بغرض التجارة أما لبنان فكان وما زال يسمح لليمنيين بدخول أراضيه بمجرد إثبات امتلاكهم مبلغ ألفين دولار أمريكي حال وصولهم إلى مطار بيروت ردا على تصريحات بو علام صنصار الأخيرة والتي يشبه فيها قتلة داعش في نيس بممارسة ثوار الجزائر إباد الحقبة الاستعمارية كتب الروائي المعروف وسين الأعرج مقالا في القدس العربي وقال وسيني ماذا فعل ملايين المقتولين لتحريض أوطانهم في عز الاستعمارات القاتلة والخطيرة والدكتاتوريات القاهرة التي نهبت الأرض وخيراتها وأذلت الناس قبل لوم الضحية وإحصاء ممارساتها الإرهابية يجب التوجه نحو الجلاد وسؤاله سؤالا بسيطا أية قضية إنسانية كان يحميها في النهاية لهذا أستطيع القول إن صنصار لا يقول فكرا لكنه يبيع سلعة بالنسبة لمجرم إذ لا يمكن نعته إلا كذلك جادة الإنجليز في نيس لا يبشر إلا بعدمية ماقيتة هدفها في النهاية الإنسان والبحث في أشكال إبادته عدمية تحولت إلى آلة تبرر كل التطرفات المتأتية من اليمين المتطرف وحتى جزء من اليمين العادي المنافس له في المزايدة السياسية تخدمه خدمة جليلة فأي تقاربة بين هذا وذاك؟ التطرف والإرهاب فرعاني لجذر واحد هل يجهل صنصال ذلك؟ لا أعتقد فهو رجل وافر الذكاء والمعرفة طبعا لتصريحه الأخير مبررات كثيرة فهو جزء من سلسلات من الإشارات المبعوثة لمن أراد أن يسمعها ويلتقطها من سدلنة الجوائز العالمية الكبرى وتوضع في ميزان الشجاعة ورصيد كتاباته المقاومة وهي من الناحية الثانية تبتذل تاريخ أمة ورغبتها في التحرر في سلسلة من العمليات التسطيحية وصلنا إلى ختاب حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر